سنتحدث في هذا الدرس عن مفهوم الانتروبي لديكم وعاء بحجم معين يوجد فيه جزيئات غاز وجزيئات الغاز هذه تشكل ضغطاً على الوعاء افترضوا أن عدد الجزيئات يساوي N يمكن لكل واحد من هذه الجزيئات أن يكون في حالات مختلفة عددها X سأوضح لكم ما أقصد ارمزوا لهذا الجزيئ بـ A يمكن لهذا الجزيئ أن يكون في الأسفل وله سرعة متجهة في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه كما يمكن أن يكون في أي مكان داخل الوعاء وبسرعات متجهة مختلفة هنا أو هنا إذا أردتم جمع كل الحالات الممكنة التي سيكون عددها هائلاً ستحصلون على X إذا كان لكل جزيئ عدد X من الحالات المختلفة ما هو عدد التشكيلات الموجودة في النظام بأكمله؟ حسناً يمكن للجزيئ A أن يكون في حالات مختلفة عددها X والجزيئ B كذلك أي X ضرب X وإذا كان لديكم جزيئان فقط في النظام اضربوا كل الأماكن المختلفة التي عددها X للجزيئ الأول في كل الأماكن المختلفة للجزيئ الآخر وستحصلون على جميع تشكيلات النظام لكن عدد الجزيئات في هذا المثال يساوي N وليس 2 فقط أي عليكم ضرب الحالات X لكل جزيئ عدد N من المرات على سبيل المثال إذا كان لديكم جزيئان ولكل جزيئ ثلاث حالات محتملة ما هو عدد التشكيلات في هذه الحالة؟ اضربوا عدد الحالات في بعضها البعض أي ثلاثة ضرب ثلاثة ويساوي تسع حالات مختلفة إذا كان لديكم جزيء آخر له ثلاث حالات مختلفة يصبح لديكم 27 حالة مختلفة أي ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة عودوا إلى الحالة أمامكم عدد الجزيئات يساوي N وكل واحد منها يمكن أن يكون في X حالة مختلفة وبالتالي فإن عدد تشكيلات النظام يساوي X ضرب نفسه N من المرات أي X أس N نريد الآن الحصول على متغير حالة يدل على عدد الحالات الممكنة في النظام وارمزوا لمتغير الحالة هذا بS حسناً أعرفوا متغير الحالة S لما أن الحالات تزيد بشكل كبير جداً جيدوا لغاريتم عدد الحالات أي لغاريتم X أس N وكما تعلمون هذا عدد الحالات المحتملة تحتاجون أيضاً إلى معامل قياس في حال تغيرت الوحدات لذلك أضيف الثابت K هنا هذا هو تعريف متغير الحالة S سأعيد لصق الوعاء هنا افترضوا أن هناك وعاء آخر بجانب الوعاء الأصلي على هذا الشكل وهما متساويان تماماً في الحجم ثم ألغيتم هذا الجدار على هذا النحو ماذا سيحصل في هذه الحالة؟ الجزيئات التي كانت على وشك الاستضام بالجدار والارتداد عنه ستستمر في الحركة إلى أن تصطدم بهذا الجدار أي لا يوجد ضغط هنا لأن الجزيئات لن تصطدم بشيء وبالتالي فإن الضغط والحجم في حال التغير متواصل إذ أن الجزيئات تستمر في الحركة عبر الحجم الجديد بأكمله إذن ما هو الحجم الجديد؟ إذا رمستم للحجم الأول بV فإن الحجم الجديد يساوي V2 أليس كذلك؟ حسناً تعلمون أن الضغط سينخفض والحجم أصبحت ضعف لكن ماذا عن درجة الحرارة؟ درجة الحرارة هي مقياس لمتوسط الطاقة الحركية وهذه الجزيئات لها طاقات حركية مختلفة عن بعضها إذن هل تتغير الطاقة الحركية للجزيئات بعد إزالة هذا الجدار؟ الجواب هو لا، الطاقة الحركية ثابتة ما يعني أن درجة الحرارة ثابتة أيضاً إذا كانت درجة الحرارة هنا T1، فهي T1 هنا أيضاً ربما تتساءلون لماذا لم تتغير الحرارة؟ إذ انخفضت درجة الحرارة في مثال الإسطوانة في درس سابق وسبب انخفاض درجة الحرارة في ذلك المثال هو أن الجزيئات كانت تبذل شغلاً وهي التي قامت بتوسيع الوعاء عن طريق دفع المكبس إلى الأعلى أي أنها استهلكت بعضاً من طاقتها الحركية لبذل الشغل أما في هذه الحالة أزلتم الجدار فقط وهذه الجزيئات لم تبذل أي شغل لهذا لم تفقد أي من طاقتها الحركية وبالتالي لم تتغير درجة الحرارة بعد إزالة الجدار سيمتلئ الوعاء بالجزيئات في نهاية الأمر على هذا الشكل الآن أجر الحسابات للحالة الجديدة في الحالة الأولى كان كل جزيئ في مكان من X من الأماكن أو في حالة من X من الحالات أما الآن أصبح عدد الحالات هو الضعف أي أن كل جزيئ يمكن أن يكون في حالة من 2X من الحالات لأن المساحة الآن ضعف المساحة الأولى ربما كان لديكم في الحالة الأولى A من الأماكن في الفضاء ضرب زخم بقيمة B يساوي X يصبح لديكم في الحالة الجديدة 2A من الأماكن إذ أن الحجم هو الضعف إلا أن الزخم يبقى B ويساوي 2X كم عدد الحالات في النظام الآن؟ عدد الحالات لكل جزيئ هو 2X أي X2 ضرب 2X ضرب 2X وكرروا ذلك عدد N من المرات أرمزوا لمتغير الحالة الابتدائي بSI ومتغير الحالة النهائي بSF ويساوي الثابت K ضرب اللغريتمي الطبيعي لعدد الحالات الجديد وهو 2X أس N حسناً ما هو التغير في S في الحجم الجديد؟ وخذوا في الاعتبار أن هذه العملية كانت معزولة حرارياً أي لا يوجد تبادل حرارة مع الوسط الخارجي التغير في S يساوي S النهائية ناقص S الابتدائية ويساوي الثابت K ضرب اللغريتمي الطبيعي لاثنين أس N ضرب X أس N أعدت كتابة الأس كما تلاحظون ناقص S الابتدائية أي الثابت K ضرب اللغريتمي الطبيعي لـ استعملوا الخصائص اللغريتمية لحل المعادلة أولاً أخرجوا K عاملاً مشتركاً ضرب اللغريتمي الطبيعي لاثنين أس N ضرب X أس N على X أس N أشطبوا X أس N مع الأخرى إذن التغير في S يساوي K ضرب اللغريتمي الطبيعي لاثنين أس N ووفقاً للخصائص اللغريتمية يمكنكم إخراج N من الأس يصبح لديكم التغير في S يساوي N ضرب K ضرب اللغريتمي الطبيعي لاثنين وهذا هو التغير في S بعد إزالة الجدار لاحظوا أن القيمة ازدادت والتغير في S قيمته موجبة إذ أن اللغريتمي الطبيعي لاثنين قيمة موجبة و N موجب أيضاً وافترضنا أن قيمة الثابت K موجبة وهذا أمر منطقي إذ أن S F يوضح أن عدد الحالات زاد بعد إزالة ذلك الجدار ويمكنكم تعريف S هنا على أنها الانتروبي وسأشرح المزيد عن هذا المصطلح لاحقاً بحثتم في الدرس السابق عن دالة حالة مرتبطة بالحرارة وعرفتم التغير في S على أنه الحرارة المضافة إلى النظام Q على درجة حرارة النظام عند إضافة الحرارة T لنرى إذا كانت هناك علاقة بين متغيرات الحالة أمامكم سأرسم تمثيل PV هنا المحور الرأسي يمثل الضغط P والأفق الحجم V كانت قيم الحجم والضغط معينة قبل إزالة الجدار عند هذه النقطة ورمزها S1 وهذه النقطة هي V1 وتضاعف الحجم بعد إزالة الجدار أي أصبح الحجم عند هذه النقطة أرمز لها P2V1 ونقص الضغط كما تعلمون أي أن الحالة النهائية S2 تقع عند هذه النقطة على التمثيل البياني لم تكن هذه العملية شبه ثابتة أي لا يمكنكم رسم مسار بين S1 و S2 لأن الضغط والحجم بعد إزالة الجدار لم يحددها بالدقة وفي النهاية عاد النظام إلى حالة التوازن عندما امتلأ الوعاء بالجزيئات وانتهت حالة التضفق وأصبح الضغط والحجم عند هذه النقطة S2 لكننا لا نعلم ما حدث بين S1 و S2 الآن إذا أردتم إيجاد Q على T أو الحرارة المضافة إلى النظام فهي تساوي الشغل الذي يبذله النظام لكن الشغل الذي يبذله النظام يساوي مساحة المنطقة الموجودة تحت المنحنة وفي هذه الحالة لا يوجد منحنة ما الحل في هذه الحالة؟ تذكروا أن دلتا S في الحالتين تدل على متغير حالة أي لا ينبغي الاعتماد على طريقة الوصول من الحالة واحد إلى الحالة اثنين إذن التغير في S هذا أي S2 ناقص S1 يجب أن يكون مستقلاً عن العملية التي أوصرتكم من S1 إلى S2 لذلك أي نظام ينتقل من S1 و S2 يكون له نفس التغير في الانتروبي أو في الحالة S لأن قيمة S في الحالة الأولى تختلف عن قيمتها في الحالة الثانية وأنتم فقط تريدون الفرق بين النقطتين لنتوقف هنا وسنكمل الشرح في الدرس التالي بشكل تعالي موسيقى 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 موسيقى